هل يجوز التوسل بقولنا أسألك يا الله بحق السائلين عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الأصل في دعاء الإنسان ألا يتوسل إلا بشيء قد ثبت جواز التوسل به لأن موضوع التوسل في الدعاء عبادة من العبادات فلا بد أن يكون الدعاء الذي يتوسل فيه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة اللهم إني أسألك بحق السائلين قد وردت في حديث أخرجه ابن ماجة لكن إسناده ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال طائفة بأن الله تعالى هو الذي ثبت الحق للسائلين فقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وبالتالي قالوا لا حرجا في الدعاء والتوسل إلى الله بحق السائلين والذي أراه أنه يحسن اجتناب هذا اللفظ خروجا من خلاف بعض أهل العلم وتذكيرا بفضل الله عز وجل بإجابة الدعوات فيسأل الله بفضله وإحسانه وبعادته الجميلة في عباده المؤمنين ونحن ذلك من الصفات التي تعود لله عز وجل فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فاتوسل بصفات الله وبأسمائه جل وعلا هو الذي ورد كثيرا في النصوص